السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أشكال وألوان وأنواع مختلفة وفوائد عديدة مهما كان النوع طالما أنه في الفل حار وخلينا نشوف ما هي هذه الفوائد يساعد على تقوية جهاز المناعة يساعد في الحفاظ على صحة الجلد يساعد على ضبط نسبة الإنسولين في الدم ويساعد أيضا في ضبط مستوى السكر في الدم وبالتالي يساعد على عدم حدوث مقاومة الإنسولين يساعد في الحفاظ على صحة القلب وبالتالي يساعد في الحفاظ على مستويات ضغط الدم مضاد ممتاز للالتهابات يساعد في تخفيف آلام الأعصاب الطرفية سواء كانت في اليدين أو في الرجلين يساعد في تقليل الالتهابات وخاصة الالتهابات المفاصل بحوث كثيرة تقول بأنه يخفف من مشاكل السرطان أو يمنع حدوث السرطان لكن هذه البحوث لسه ما اكتملت وتحتاج إلى تدقيق أكثر يساعد في تخفيف الدهون في الجسم لكن الإنسان اللي بيقول كل ما هب ودب وكل إشي بضرب الصحة ما رح ينفعوه ولا رح ينزلوه من هذه الدهون وفي سؤال مهم هل الفلفل الحار أضرار؟ اسمه فلفل حار أنا بالنسبة إلي ما عندي مشكلة مع الفلفل الحار ما عندي مشكلة نهائي لا في الهضم ولا في أي شيء الحمد لله مع أني باقي الفلفل كل يوم كل يوم وهذا هو الفلفل المفضل عندي وهو الفلفل البادي هذا بنسميه تشيلي بادي الصغير هذا وهذا لأنه أحر يعني أنا بحب أكل الحار وحتى يعني زمان اشتريت كتاب عن الفلفل هذا شرح كامل مكمل عن كل أنواع الفلفل فإذا بتشعره بحرارة قوية وما بتقدر تتحملها نصي احتملاش منه يعني أو تخفف منه قدر المستطاع إذا عندك مشاكل في الجهاز الهضمي تاكلوش ما تاكلوه لأنه رح يسبب لك إما مغص أو ألم أو شيء من هذا القبيل فإذا عندك مشاكل في الجهاز الهضمي ما تاكلوه إذا عندك القولون ما تاكلوه لأنه رح يتعب لك القولون معروف رح يتعب لك القولون وزي ما قلت بيسبب لك مغص بيسبب لك أي شيء أي شيء لا تاكلوه إذا بيسبب لك حساسية بأي شكل من الأشكال لا تاكلوه مع أنه الفلفل يعني آمن بشكل عام والناس كلها بتحبه وبتاكله ومعروف ومشهور مال للدنيا بأشكاله المختلفة زي ما قل وفيه منه الجاف وفيه منه الصغير وفيه منه الطويل يعني وتتراوح درجات الحرارة فيه فيه فلفل يعني بكون الإنسان ما بقدر بالمرة أنا اللي بحب الفلفل هذا بقدرش أكله لأنه حار جدا جدا ومؤلم فينتبه الإنسان ويتوخى الحدم واللي بيزهقوا مني ومن صوتي أعطيتكم بعض الخلاصة وأما أصحاب التفاصيل اللي بيحب التفاصيل ابقى معنا لتعرف المكونات ومعلومات أخرى قلينا نشوف المكونات وبنتكلم على مائة غرام من الفلفل الحار الفلفل الحار مائة غرام الإخوة والأخوات اللي بيحسبوا السعرات الحرارية السعرات أربعين المؤشر للليسيمي أقل من خمسة وعشرين ويعتمد على نوع الفلفل هذا شكله مثلا كذا وين نبت وين صار المائة غرام فيهم ثمانية ونص غرام كربوهايدرات ثلث غرامات ألياف وخمسة ونص غرام سكر نشوف شو المعادن والفيتامينات اللي موجودة فيه طبعا فيه معظم المعادن الضرورية لكن بكميات قليلة لكن أكثر شيء فيه البوتاسيوم تسعة بالمية من حاجة الجسم اليومية الماغنيزيون خمسة بالمية من حاجة الجسم اليومية والحديد ستة بالمية من حاجة الجسم اليومية فيه كمية من الكالسيوم الماغنيز الفوسفور الصوديوم والزينك لكن زي ما قلت بكميات قليلة متوفر فيه أيضا كل الفيتامينات الضرورية في تقريبا 7% من فيتامين ألف بصيغته الأولية وفي 30% من حاجة جسمنا اليومية من بي 6 لكن خلينا نحذر قديش في فيتامين سي قديش بعطينا من حاجة جسمنا اليومية من فيتامين سي بعطينا 290% من حاجة جسمنا اليومية حاجة الجسم اليومية تقريبا 50 ميليغرام يعني فيه بتتراوح ما بين 40-50-55-60 حسب المواقع والبحوث لكن نأخذ المعدل اللي هو 50 ميليغرام من فيتامين سي هذه حاجة الجسم اليومية خلينا نشوف مقارنة ما بين الفلفل والبرتقال 100 غرام من البرتقال بتعطينا تقريبا 100% من حاجة جسمنا اليومية لأنه 100 غرام فيهم 53-12 ميليغرام لكن ما ننسى أنه 100 غرام هذول فيهم 10 غرامات أو ملعقتين سكر 100 غرام من الفلفل فيهم 144 ميليغرام من فيتامين سي وهذه مقارنة ما بين البرتقال والفلفل والجوافة الجوافة عالية كثير تعطينا 400% من حاجة جسمنا اليومية أكثر مما نحتاج ومرة ثانية ما ننسى أنه البرتقال فيه تقريبا كل 100 غرام فيه مكعبين سكة فالأفضل لك تأكل الجوافة أفضل من البرتقال وطبعا صعب أنك تأكل 100 غرام فلفل بالنسبة لي بأكلهم 100 غرام عادي يعني أنا أتذكر زمان في أيام المزارع كنت أخذ حفنة هيك بأيدي تقريبا 200-250 أو 300 غرام وأعطيهم لبنت عمي وأخليها تقليل إياهم وأكلهم مع خبز وبندورانية غير هيك ما فيه هذا يكون فطوري أو يكون غدائي ففيه ناس بتأكل وفيه ناس ما بتأكل أنا أفضل إشي عندي الفلفل المقلي الفلفل المقلي هذا بحبه كثير وإذا حابب تعرف حاجة الجسم من المعادن والفيتامينات هذا الفيديو موجود في القناة بإمكانك مشاهدته وطبعا فيه مادة مهمة واللي بتعطيه الحرارة اللي هي مادة الكابسيسين هذه الكابسيسين بيستخدموها في اللسقات اللي بتنحط هذه عشان الواحد يعني يخفف آلام المفاصل ويخفف آلام العضلات في منها تستخدم مثل باتش يعني كلاسقة وفي منها يستخدم ككريم عشان تخفيف الآلام اللي في الصدر مثلا اللي عنده المفاصل اللي في العضلات وهلما جره بالنسبة إلي أنا بفضله كثير أني أكله مع الخل يعني بنعمل المخلل المخلل الفلفل هذا عبارة عن الشيل الصغير هذا بنحطه في الخل بعد يوميا بتبدأ تاكل منه طعم ممتاز ورائع وحار اللي بيحب الحار اللي ما بيحب الحار بلاش يتجرب يعني بس هذا ممتاز وأنا بستفيد منه كثير وتقريبا آكله يوميا ما فيش يوم بعدي عليه ما بأكلش فيه فلفل إخواني وأخواتي مش بس الفلفل اللي بفيدنا صحيا معظم الأطعم الحقيقية الموجودة على هذا الكوكب فيها يعني خصائص علاجية وطبية بس إحنا ببنعرفش كثير وما أتيتم من العلم إلا قليلا ما بنعرف يثير من معرفش كل شي عشان هيك البحوث دائما شغالة واللي بيسألني شو هو الطعام الحقيقي الطعام الحقيقي اللي ما عليه ليبل ما عليهوش ليبل ما في عليه ليبل هذا طعام حقيقي أما هذا اللي عليه ليبل فما هو طعام يعني ما هو أصلا مش طعام وضرره أكثر من نفعه الطعام الحقيقي اللي أنت بتحضره أو بتطبخه في بيتك وبتوكله أنت وعائلتك في يوم في اثنين في ثلاث مش يقعد على رفوف سنوات هذا هيك بيكون طعام حقيقي ولأخواني وأخواتي المدمنين على الأكل ولا يتحد السكري عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى ستبدأ بترك كل هذه المأكلات اللي بتجيب لك الضرر ما بتنفعك هي شكل كأنها طعام لكنها مش طعام هذه ضرر ويا حب ذا إذا بتمارس الرياضة في الجيم إذا استطعت أو رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي أود أن أشكر جميع أبطالنا أفراد عائلتنا متحدي وقاهري السكري اللي انضموا إلى هذه القناة أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله وإذا كنت بتشاهدني للمرة الأولى معكم أخوكم الدكتور علي القاسد ونحن في هذه القناة لا نقدم المعلومات فحسب ولكن نغير حياة الناس للأفضل طبعا وممكن في بعض الأحيان أنه ننقذ الأرواح فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة لك وكنت تعاني من أمراض العصر كالسكري أو ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأعصاب أو تريد تخفيف الوزن الزائد والدهون في جسمك وتحمي نفسك وعائلتك من مضاعفاتها المرعبة وتقلل من الأدوية أو حتى تتخلص منها نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وتشاهد أكبر عدد ممكن من الفيديوهات لسبب وجيه وهو أنه في شيء أهم من اللي راح تستفيده من أي فيديو الأهم أنه شو راح يفوتك إذا ما بتشاهد هذه القناة سوف تعلمك علم الطعام وهو ما يوجد في الأطعمة من ساعة ما تطلع من الأرض إلى أن تصل إلى فمنا ويعلمك علم التغذية ألا وهو ما الذي يحصل في جسمك بعد تناول هذا الطعام أو ما الذي يحصل لهذا الطعام بعد أن يدخل إلى جسمك إلى أن يصل إلى الخلية وستعلمك أيضا كيف تصبح طبيب نفسك بمعنى أن لا تزور طبيب وكلها نصائح من تجربة الشخصية ونجاحي بحمد الله مع مشاكل العصر الصحية وتخفيف وزني 27 كيلو في ثلاثة أشهر ورابط فيديوهات قصتي في صندوق الوصف والتي ستعطيك نتائج ممتازة إن شاء الله واعتمادي على الله جل وعلا وعلى مجموعة من أمهر وأصدق الأطباء والجراحين وعلماء التغذية في العالم أولهم هو الطبيب اللي دلني على هذا الطريق ألا وهو جيسون فانغ الدكتور جيسون فانغ من كندا صيني يعيش في كندا ومن أشهر كتبه The Cancer Code وDiabetes Code وأوبستي Code والدكتور جون يتكن من بريطانيا وهذا كتابه Pure White and Deadly هذا كتاب مهم يشرح حقيقة السكر والبروفيسور تيم نوكس من جنوب أفريقيا وهو معروف بتحدي النماذج الشائعة والقديمة في مجال الطب والتغذية له أكثر من 750 مقالة علمية وبحث علمي وتم الاستشهاد بكلامه في أكثر من 16 ألف بحث طبي وعلمي والبروفيسور دكتور روبرت لاستيغ من أمريكا أخصائي الغدد الصماء وأستاذ طب الأطفال ومن رأيي وبرأيي الشخصي هذا الكتاب Metabolical هو بالنسبة إلي من أهم كتب الطب اللي يجب الإطلاع عليها من جميع الناس وإن شاء الله رح نعطيكم ملخصات هذه الكتب في هذه القناة وكلهم وما يقارب 1900 طبيب آخر من جميع أنحاء العالم حدفهم واحد ألا وهو تغيير ما فعل هذا الطبيب عام 1961 واللي ضيع وأهلك البشرية وتذكر أخي وأختي أننا في هذه القناة لا نعطي المعلومات فحسب ولكننا نغير حياة الناس بإذن الله وأحيانا وممكن أن نكون ننقذ الأرواح فكن واحدا مننا وشارك هذه القناة وهذا الفيديو مع كل شخص بتحبه وبهمك أمره لأنك ستؤجر على فعل الخير وهذا الخير اللي تفعله رح يرجع لك بطريقة أو بأخرى أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأشكر أيضا فريق العمل بارك الله فيكم تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة